مرحبا أفضل تسع عطور زهيدة في الثمن وجالبة للإطراءات عطر بلو جينز من دار فرزاجي أحد العطور اللي حقا نقول أنها تميز كبير نقاط قوة هذا العطر هو سعره الزهيد سعره لا يتعدل خمس وعشرين دولار أو ثلاثين دولار كحد أقصى رائحة هذا العطر منعشة ومقبولة كثير وأيضا العطر هذا يتميز بقوة الأداء من ناحية الفوحان أو الثبات كن متأكد كل نص راح تشم عطرك أيضا الشيء الذي يعطيه تمييز كبير هو رائحته المعقدة يعني تخيلوا معي العطر منذ أنتج في سنة 1994 ويعتبر كعطر كلاسيكي فيه أكثر من 30 نوطة تخيلوا يعني آيريس أخشاب نوطات أروماتيك كل شيء موجود فيه وهذا ما يعطيه تمييز لبلود جينز أيضا واحد من أقوى البدائي العطر بلود شانيل وهو البلو أمبيريال البرايفت كولكشن من دار جيب برليس هذا العطر نعم يعتبر عطر بديل إلا أني يعني حبيت هذا العطر يعطيك عطر بلود شانيل مع لمسة من الباتشولي أنا عملت حلقة لكل عطور بدائي البلود شانيل الموجودة عندي ستجدوها في صندوق الوصفة يعني كلكم تخيلوا أي واحد يعني يليق لذوقكم هذا العطر حافظ على الخشاب اللي فيه حافظ على الأمبروكسان و أضاف لمسة باتشولي عجبتني كثير مبين أيضا نقاط قوة هذا العطر أنه عطر يعني يتماشى مع كل أذواق مع كل فصول مع كل مناسبات اللي على العطر لاحية يعطيك أيضا ثقة و رايحة تنقية و يدوز دوم يعني يدوم عمر الوقت و أيضا هذا العطر اللي يكون متأكد أنه مبين العطور للناس راح تسئلك على عطرك يعني هذا عطر زهيد في الثمن في نفس الوقت يجيب إدراعات أيضا نبين هذا العطور اللي هو عطر سيروتي دار سيروتي أنتج هذا العطر في سنة 2019 عطر 1881 ريفيرا رائحة كلاسيكية فخمة رائحة يعني يتعطيك في الافتتاح نعناع على برتقال في بخور لما يهدئ العطر تظهر أكثر الأزهار البيضاء مع الجلود والفيتفور والباتشولي كل هذا الشيء يمتاجز يعطيك رائحة بالرغم من وجود الجلود و وجود البخور أن تستعملها في كل فصول و في كل مناسبات هذا العطر خصيصا للناس اللي تحب التمييز كواحدة من أكثر العطور لزهيدة في الثمن وتجلب إدراءاته نقية كثير عطر نوتيكا فوياج دار نوتيكا بدعت منذ سنة 2006 عليه للعطار موريس روسيل عطر اللي هو فرش منقي في نفس الوقت هذا العطر ممتاز لفصل الصيف لو نقارن سعر مع الكواليتي اللي موجودة في العطر حقا يستحق أنه يكون في مجوعاتك الشخصية وأيضا هذا مبيه العطور اللي يمكنك تستعملها في كل يوم أحد العطور اللي هي من عطور البدائل ولكن كرائحة و كجودة يستحق أيضا الاقتناء لمحبي نوتي الفيتفور سان رايز فتفور من دار فرون كوليفي نوتي الفيتفور هذه نوتي ناجيل الهند باللغة العربية هذا العطر من أقوى بدائل العطر غيرلا 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 مفتفور الفيتفور اللي موضعه هنا فيتفور سوبي جيد ليستكل الفيتفور اللي تحسوا أرتي ومزعج رايحة كلاسيكية لا تموت مع مرور الوقت نقاط القوة أيضا أنه عطر فرش منعش وعطر اللي في نفس الوقت تحس بالنوطات الخضراء فيتفور وعلى فيتفور أخضر العطر اللي يمكنك تسعمله فيه كل الفصول وفي كل المناسبات خامات جيدة ونقية وهذا الشيء اللي يعطيه تمييز يعطيه فخامة واحد من أبرز العطار زهدة في الثمن والجال بالإطراءات أيضا بالأخص لجميع الفصول وبالأخص أيضا لفصل الصيف وفصل الربيع سي ايتش مان سبورت هذا العطر يتميز بثباته الجيد في فصل الصيف عطر ديليسيو عطر منعش مقبول مجمع الأذواق عطر أيضا في بعض الناس تستعمل عطر لا يؤذي الناس الآخرين ممكن يكون يعمل فيه مكتب هذا بالعطر الآمنة جدا مستلع عطر آمنة كنا نتأكد أنه لا يكون نزعج ومتعدد ورائحة رجالية جيدة اللي يحبوا أيضا نطة الحمضيات هذا يحتوي على نطة حمضيات يحتوي على نطات مائية يحتوي أيضا على بعض التوابل والشي اللي يميزه أكثر هو ثباته في بعض الأحيان اللي فوق عشر ساعات الغني عن تعريف عطر الكلاب دونوي أنتنسمان من أرماف أحد العطر اللي يمكنك تشتريه ساعة 200 ملي عادي مثل هذه الاجتماعي نقاط قوته أكيد سعره الجيد سعره زهيد جدا كواحد من أفضل بداء العطر الكريد أفنتوس لو نحكي على البرفورمانس ونحكي على الأداء أداء جيد نووي ولكن اشتري النسخة الأصلية هذا واحد من بعض العطر اللي يكون متأكد رح يعمل لك ضجة في محيطك يعني أكيد أنه ستسألك على عطرك بل لما يبدأ يبرد العطر تبدأ تبرز الفواكه ويبدأ يبرز أخشاب الباتولة وكل هذا التناغم سيعطيها رائحة ممتازة نظر الناس اللي تحب عطر كريد أفنتوس عطر اللي باهض كثير في الثمن هذا العطر سيعطيك عشر السعر إذن فهو صفقة رابحة عطر إنجرين من دار هنري كوتو هذا العطر إذا حصلته في السوق يعني كونوا متأكدوا أنه عطر فينتيج عطر كلاسيكي منذ سنة 2006 وقليل قليل كثير في السوق هذا العطر هذا المخصص للناس اللي تحب التمييز يعني افتتاحه من الفلفل مع البرغاموت بعد ذلك فيه مجموعة من توابل توابل منعشة وتوابل حارة فيه الميرامية فيه جوز التقيب اللي تعطيك الجانب تابلي في نفس الوقت حلو على كل هذا الشي موضوع على قاعدة خشبية وقاعدة من ناجير الهند اللي راح تعطيه بعض التمييز كل هذه النوطات لو تشوفها تقول هذا عطر شتوي أو خريفي ولكن العطر يمكن استعمال في جميع الفصول إنجرين من دار هنري كوتو المركز الأول بجدارة خصصته لعطر الفريد دانهيل سنتوري هذا العطر من بين أنا متأكد أنه قليل الناس اللي تعرف هذا العطر من دار البريطانية دار الفريد دانهيل عطر فخم جدا حتى التقديم فخم الشي اللي ميز هذا العطر أنه عطر ربيعي عطر أيضا يمكن يستخدم فصل صيف فصل خريف عطر متميز جدا وهذا الشي اللي عجبني فيه يسب وجود البلسم فيه راتينجات فيه الجاوي عطر فخم جدا أيضا فيه نوطة السيبرول فيه نوطة النيرولي من ناحية فوحان العطر أنا راشو راشو يعني ومازال العطر يمد تبات أيضا تبات جيد وهذا الرائحة نفضلها فقط للرجال والناس اللي تبحث عن التميز أكيد راح تجدوه في عطر دانهيل سانتوري إذن كانت معنا هذه المجموعة من بين عطر اللي نشوفنا أنها زهيدة في التمن في نفس الوقت جالبا للإطراءات نشوفكم في حلقة أخرى مع عطر أخرى